كلام واضح جدا كلام واضح جدا وهنا ده حيخلينا نطرح اكتر من تساؤل على منظمة المناشطات المصرية الحالية ورئيس المنظمة الدكتور حازم خميس يا فندم حضرتك محتاج تطلع توضح الملابسات والاسباب اللي بتتعلق باقاف رمضان صبحي حضرتك محتاج يا فندم تطلع توضح تقول اسباب اقاف رمضان صبحي لان حضرتك اضرت بمسيرة اللاعب حتى لو الفترة قليلة حضرتك كان ممكن تؤثر على اللاعب بشكل سيء جدا على الصعيد النفسي صدرت احباط لللاعب لعائلة اللاعب واصرته وده امر غريب بالنسبة لي حاولنا انتواصل مع الدكتور حازم خميس لكن في الحقيقة هو محول تليفونه ربما بسبب القصة دي الله اعلم لكن في كل الاحوال احنا محتاجين شرح ومحتاجين تفنيد ورق ومحتاجين الامور تتضح للرأي العام لان يا جماعة حط نفسك مكان رمضان او اي لعب يتعرض لهذا الموقف وانت مسيرتك كانت مهددة مسيرتك كانت مهددة ايا كانت مهدد الاقاف احنا عن نفسنا كبلاس تسعين فمفيش مرة اطلعنا قلنا ان رمضان حيتوقف اربع سنين واجزبنا والكلام اللي كان منتشر لا لان ده مش دورنا طالما عندناش المعلومة ما عندناش الحقيقة احنا دورنا ان احنا ايه طالما ملفات شائقة زي دي ملفات شائقة زي دي لا نروح للمصدر نروح للناس اللي عندها خبرات في المجال ده نسألهم وهم اللي يقولولنا تواصلنا مع الدكتور اسامة غنيم فاكتر من الناس باو شرح لنا القصة وكان بيؤكد على ان رمضان صبحي لن يتم اقافه والرجل كان واضح جدا وواصل جدا من موقف اللاعب لكن اللي محتاجين منه توضيح وشرح حقيقي ومفصل هو الدكتور حازم خميس الرئيس الحي لمكافحة منظمة مصرية مكافحة المنشطات لازم يا فندم لان بالطريقة دي اللاعب تضرر بالطريقة دي صمعة اللاعب نفسه تضررت لو في عقد احتراف جاي من بره الناس هتفكر اكتر من مرة هو الحمد لله بازن الله من تضرير قرار رسمي من خلال 48 ساعة الحمد لله بريء طالما تم الرافع الاقاف اصررت الناس سأل السؤال ده للدكتور عسامة غنم عشان برضو اجيب الحسم في القصة على قدر المستطاع لكن طبعا رفع الاقاف تم يبقى بعد 30 ساعة حيتم الاعلام على ان ما كانتش فيه ازمة قصر لرمضان صبح وما الحركة وقفتوا ليه؟ وبناء على ايه؟ واعطلت مسيرته ليه؟ واضررت بناديه ليه؟ واضررت بمنتخابنا الوطني ليه؟ بعدم انضمام اللاعب اللي كان موجود في القيمة بتاعت المنتخب اذا لحدتك المسؤول او المنظمة نفسها مسؤولة وعلى رأسها طبعا رئيس المنظمة يعني الدكتور حازم خميس بطلب منه لمرة التالتة انه يطلع يوضح كل الامور للرأي العام لان موقف المنظمة حاليا مش افضل حاجة الشكل مش كويس للامانة الشديدة لكن الاهم بالنسبة لي ان الحمد لله موقف اللاعب تلع سليم الحمد لله رمضان صبح يرجع يشارك في المباريات ويمارس لعبته واكل العش بتاعه يشوفه بشكل كويس وفيه اريحية مهنته فده الخبر الاهم بالنسبة لي ده الخبر الاهم بالنسبة لي وانا اتمنى ان احنا نتناقش مع الدكتور حازم خميس احنا محتاجين كده جد اتمنى ان هو يدخل معنا من داخل او يطلع يتناقش في اي حتة مع اي حد من الزملاء عشان يوضح القصة بالنسبة للناس لكن في كل الاحوال مبروك رمضان صبحي مباركة مؤقتة لحد بس نتطمن بشكل او احنا الحمد لله مطمنين لغاية بعد بكرة او خلال 48 ساعة ان شاء الله بالكتير يطلع القرار الرسمي عشان نبارك لرمضان بشكل رسمي على عودته للملاعب بشكل طبيعي بدون اي ازمة بدون اي مشكلة بدون اي اقاف جديد الحمد لله الامور ماشي في الاتجاه الايجابي زي ما طب مننا وكلام طبعا على لسان الدكتور اسامة غني